واجهوهم بالرصاص فلم يرجعوا ثم بالقذائف والاعتقالات والترهيب والاغتيال لم يستكن المتظاهرون لم تنطفئ الانتفاضة لم تهدأ الأرض وهي تثور مع الجموع الحاشدة وتموج في الوقت ذاته تحت أقدام حكام العراق الجدد مع استمرار الانتفاضة وتعاظم صداها تستنفر الحكومة أجهزتها على الأرض من قوات رسمية وميليشيات وأدوات إعلام للحد من الموج الهادر وهو يهدد من ربض 16 عاما على صدور العراقيين وكأنها لحظة لا مناص من الخلاص لا مجال بعد اليوم لا وقت أكثر ليس ثمت في الأيام أمل بالوجوه ذاتها فاتحدت أصوات المتظاهرين متجاوزة للأزمات الآنية إلى علاج الأزمة من الأساس وهي إسقاط النظام أكثر من 120 شهيداً وستة آلاف جريح هي الحصيلة الأحدث لفاتورة التغيير التي يدفعها الشباب الثائر في بغداد والمحافظات وكل هذا لم يستدعي من الحكومة سوى اعتراف هش باستخدام القوة ضد المتظاهرين وكأن الحكومة تقول اقتلوهم لكن على مهل لا تدفعون للاعتراف جناح الحكومة الرديف كان له رأي آخر فمع الوعود والإجراءات التي أعلنها عبد المهدي ورئيس البرلمان لتهديئة المتظاهرين برز الصوت الآخر للحكومة صوت التهديد الصريح والوعيد المباشر فخرج رئيس هيئة ميليشيات الحشد فالح الفياض ليتوعد بقصاص رادع وعدم تساهل مع من سماهم المتآمرين في إشارة إلى المتظاهرين العزل وتلك لغة تحيل إلى سنوات سابقة استخدمت فيها اللغة ذاتها من المنظومة الحاكمة وأنتجت عراقا يغوص في الحروب يعرج الفياض إلى البت بشكل قاطع بأنه لا مجال لأي تمرد أو انقلاب كما يسمي الانتفاضة في البلاد ومخطط إسقاط النظام قد فشل مضيفا أن السلطات الحكومية تعرف من يقف وراء المظاهرات ودوافعها باستعارة فجة للشعارات المعتادة عند كل غضبة للعراقيين حديث الفياض لا يعبر عن رأي سياسي فقط بل عن منهج حكم وقرار حاسم إما أن نحكم العراق أو أن تموت دون ذلك أما المتظاهرون والشعب بالعموم فعليه السكوت أو القتل أو الاعتقال أو التهجير هدد الفياض ورد الشعب إننا باقون ما جرى دجلة وما دمنا نقدم قوافل الشهداء وإنكم راحلون كأي طارئ مر على العراق سيرحل عاجلاً أم عاجلاً؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا